عالم متعدد الأقطاب، هذا الهدف الذي أعلنته روسيا في عموم سياساتها الخارجية هو ذات للهدف والنهج الذي جرى إعلاؤه في القمة الروسية الإفريقية الثانية التي تعقد في الفترة ما بين السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر يوليو في مدينة سان بيتروسبورج تحت شعار من أجل السلام والأمن والتنمية قمة تستهدف تعزيز التعاون الروسي الشامل والمتساوي مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى في المجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية إضافة إلى مجالات الزراعة والمياه والصرف الصحي، التعليم، السياحة، موارد الطاقة ورقمنة الاقتصاد برنامج القمة الروسية الإفريقية الثانية يتضمن كذلك أكثر من ثلاثين جلسة نقاشية وفعالية حول أبرز قضايا التفاعل بين روسيا ودول القارة الإفريقية يضاف إلى ذلك التوقيع على خارطة طريق كجزء من هذه القمة رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليج أوزيروف كشف عن أنه من بين نتائج القمة اعتماد خطة عمل للفترة من الفين وثلاثة وعشرين وحتى الفين وستة وعشرين في مجالات التعاون المختلفة إضافة الاعتماد عدد كبير من الوثائق المتعلقة بالأمن والتعاون في الفضاء الخارجي وإجراءات مكافحة الإرهاب وقضايا التعاون الاقتصادي بين الجانبين القضايا الإنسانية كذلك ستكون حاضرة على جدول نقاشات هذه القمة والتي سبقتها دائرة مستديرة في أدس أبابا لبحث الشراكة في المجالات الاجتماعية والإنسانية بين روسيا ودول القارة الإفريقية القمة الروسية الإفريقية الأولى وتلك التي عقدت في عام الفين وتسعة عشر تضمن بيانها الختامي الاتفاق على تطوير الشراكة في مجالات جديدة وتعزيز التعاون في المجالات التقليدية قررت الدول المجتمعة في ذلك الحين على العمل لرفع حجم التجارة البينية بين روسيا ودول إفريقيا إلى أربعين مليار دولار خلال الأعوام التالية فضلا عن الاتفاق على إرساء التعاون في تحديث البنى التحتية وتطوير أنظمة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية مع بحث توفير الشركات الروسية لأحدث التقنيات والخبرات للشركاء في إفريقيا القمة الروسية الإفريقية إذن تعكس رؤية للقيادة الروسية للرئيس الروسي بلاديمير بوتين لأهمية التعاطي مع القارة الإفريقية للنظر في تشكيل ما تقول روسيا إنه نظام عالمي جديد نشكل ذلك ترجمة للأولوية التي يمنحها روسيا للتعاون مع دول القارة وتجسده فعاليات القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بوترسبورغ ترجمة نانسي قنقر